لا شروط مسبقة من وفد المعارضة السورية للموافقة على الدخول في محادثات مباشرة مع النظام السوري قد لا يبدو الموقف جديداً فقراءة سريعة للتطورات الأخيرة يوحي بمنعطف جديد في الأزمة السورية بعد تغيوبه عن اليوم الأول من المحادثات وصل وفد النظام المفاوض إلى جنيف ليس غريباً أن يراوغ النظام في هذه الجولة كما الجولات السابقة ويتخذ من الوقت حلبة يصارع فيها على حساب مصير بلد وشعب كامل المعارضة السورية بدورها طلبت من روسيا ممارسة ضغوط على النظام السوري للتوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر وفق قرار الأمم المتحدة 2254 ولكن كيف يمكن أن يطلب ممن يشارك في حصار أهالي الغوطة بريف دمشق ودير الزور ويدفعهم للموت جوعاً بأن يكون في الوقت عينه رادعاً لمن استعان به في محاربة الشعب السوري فحجم التدخل الروسي في سوريا تجاوز بناء القواعد العسكرية وتدمير المدن فهي تشرف على المصالحات مع النظام ولها دور مهيم حتى على طيران النظام السوري وهناك ما يؤكد سيطرتها على مفاصل كبرى في الجيش وأجهزة الأمن ويساعدها تدخلها الكبير هذا في تذليل خلافاتها المستقبلية مع إيران وإجبار النظام على تقديم تنازلات أما الجديد القديم في محادثات جنيف ثمانية هي مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية المعارضة السورية في إشراك الوحدات الكردية في المباحثات الحالية وهو ما حذرت منه تركيا التي لطالما كان الأكراد نقطة خلافها مع واشنطن بالتالي يمكن أن يكون ذلك حجر عثرة في الوصول إلى حل للملف السوري بتوافق دولي كما يرى المتابعون لتطور الملف السوري أن الحل السياسي بات قريبا خاصة مع دعوة المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا إلى تمديد المفاوضات حتى الخامس عشر من شهر كانون الأول حل ربما قد ينتهي بوضع كارثي لا تحمد عقباه وقد يفتح المجال لصراعات سياسية جديدة ترجمة نانسي قنقر